سيدنا أيوب هو رمز من رموز الصبر وبه يضرب المثل فإذا زاد صبر أحد قال صبرت صبر أيوب وقد كان سيدنا أيوب عليه السلام في قومه وأهله كثير المال وكان لديه أنعام كثيرة وله من الأراضي مساحات متسعة من الصعب الوصول لنهاية لها كما كان له من العبيد الكثير ومن الأولاد والأهل ما يعين على كل صعب ومن الأحفاد عدد غير قليل ولكن الله ابتلاه في هذا كله فزال عنه وابتلي في جسده بكل أنواع البلاء فصبر وتحمل وقد أثنى الله تبارك وتعالى على عبده أيوب في قرآنه الكريم فقال تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب أي دائم العودة إلى الله بالذكر والشكر والصبر لقد كان سيدنا أيوب عليه السلام متصدقا كريما لن يبخل بماله على الفقراء والمحتاجين فكان يعطي السائل والمحروم شكرا لله على ما أنعم عليه من كثير العطاء وكان يسعى بين الناس بالخير فيقدم النصيحة ويصلح بين المتخاصمين وفي يوم كان يمشي فواجد رجلين أحدهم يقول والله قد أعطيتك مئة دينار ولم تردها والآخر يقول والله لقد رددتها لك فأخرج أيوب عليه السلام من ماله مئة دينار وفضل خلاف بينهما ولما سأله الناس لماذا فعلت ذلك؟ قال إني أكره أن يحلف الناس بالله في خصوماتهم وأراد الله أن يختبر أيوب عليه السلام وهل سيكون صابرا إذا نزل البلاء كما كان شاكرا على العطاء لقد أراد الله أن يمتحن هذا العبد الصالح في ماله وأهله وجسمه فضاع ماله وأصبح فقيرا وفقد أهله إلا زوجته وبدأ يعرف معنى الوحدة ومرض جسمه مرضا عظيما كان يتألم له كثير الألم وطال مرضه وطال مرضه وبلاؤه وهجره الناس وأصبح يقضي أيامه كلها مع المرض والحزن ورغم ذلك لم ينسى الصبر كان صبره متفوقا على بلائه وقد جاء الشيطان يوسوس لأيوب عليه السلام قائلا له يا أيوب هذا الألم بسبب مس مني ولو أنك توقفت عن الصبر يوما واحدا لذهب عنك الألم وشفيت فجلس أيوب عليه السلام غاضبا لأن الشيطان تجرأ عليه وتصور أنه يمكن أن يغريه مستغلا وحدته وأساه ومرضه فخرج إلى الجبال يدعو ربه ويشكو له جرأة الشيطان وتصوره أنه يستطيع أن يغويه مستغلا وحدته وأساه ومرضه فأمره الله تعالى أن يستحم في عين من عيون المياه في الجبل وأمره أن يشرب من مائها أسرع أيوب واغتسل وشرب ولم يكد يشرب آخر جرعة حتى أحس أنه شفي فجأة وذهب عنه الألم كما وهب الله لأيوب عليه السلام أهله ومثلهم معه رحمة من عنده سبحانه ووهبه الله أيضا أضعاف ثروته كرما من عنده فلم يعد أيوب فقيرا وازداد أيوب عليه السلام شكرا لربه وازداد المؤمنون بالله إيمانا وتأكد الجميع أن الصبر هو طريق الصالحين الشاكرين واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكران أولي الألباب أتى الله سليمان عليه السلام ملكا عظيما لم يؤته أحدا من قبله ولن يعطه لأحد من بعده إلى يوم القيامة فقد أتاه الله العلم والحكمة وعلمه منطق الطير والحيوانات وسخر له الجن والرياح كما كان لدى سليمان عليه السلام القدرة على حبس الجن الذين لا يطيعون أمره وتقييدهم بالسلاسل وتعذيبهم فكانوا يستجيبون لأوامره ويبنون له القصور والتماثيل التي كانت مباحة في شرعهم وكانوا يغوصون له في أعماق البحار ويستخرجون المرجان والياقوت واللؤلؤ كما سخر الله لسليمان عليه السلام الريح فكانت تجري بأمره وكان يستخدمها في حروبه الكثيرة ومن نعم الله عليه أيضا جيش سليمان عليه السلام الذي كان يتكون من الطير والبشر والجن وكان يعرف لغة كل فرقة من هؤلاء وفي أحد الأيام أصدر سليمان عليه السلام أمره لجيشه بالاستعداد ثم خرج يستعرض الجيش ويفتش عليه فاكتشف غياب الهدهد وتخلفه عن الوقوف مع الجيش فغضب سليمان عليه السلام وقرر تعذيب الهدهد أو قتله إلا إذا كان لديه عذر قوي منعه من الحضور وبعد وقت جاء الهدهد وقال جئت بأخبار أكيدة من مدينة سبأ باليمن فقد وجدت امرأة تحكمهم قد أعطاه الله قوة وملكة ولكن الشيطان أضلهم وجعلهم يعبدون الشمس ويتركون عبادة الله بعد استماع سليمان عليه السلام للهدهد كتب كتابا وأعطاه للهدهد ليوصله إلى بلقيس وقومها حيث أمر سليمان عليه السلام في خطابه لبلقيس وقومها بأن يأتوه مسلمين فعرضت الملكة على رؤساء قومها الرسالة وكانت تشاورهم في الأمور كلها فحدثوها عن قوة سليمان وصعوبة صد جيشه وأفهموها أنها ينبغي أن تذهب إليه وتستمع له بدأت الملكة رحلتها نحو مملكة سليمان بعد أن جهزت نفسها وعندما عرف سليمان عليه السلام أن بلقيس في الطريق سأل من حوله إن كان بإمكان أحدهم أن يحضر له عرش بالقيس قبل أن تصل الملكة إلى مملكته فقال واحد من الجن أنا أستطيع إحضار العرش قبل أن ينتهي المجلس لكن آخر قال لسليمان أنا أستطيع إحضار العرش في الوقت الذي ترمش فيه العين برمشة واحدة فقط وصل العرش إلى سليمان فشكر الله الذي يمتحنه بهذه القدرة ليرى أيشكر أم يكفر قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم وعندما جاءت بلقيس واستحبها سليمان إلى العرش ونظرت إليه فرأته كعرشها تماما ولكنه ليس بعرشها ثم أدركت بلقيس أن هذا هو عرشها قد سبقها إلى المجيء وانبهرت بما شاهدته من إيمان سليمان وصلاته لله مثل ما انبهرت بما رأته من تقدمه في الفنون والعلوم والصناعات وأضاء الله قلب بالقيس بنور الإسلام الذي لا يغرب كما تغرب الشمس وبعد سنوات طويلة مات سليمان عليه السلام دون أن يعلم الجن فظلوا يعملون لهما تعودوا على عمله فقد كان سليمان متكئا على عصاه يراقب الجن وهم يعملون فمات وهو على وضعه متكئا على العصى ورأاه الجن فظنوا أنه يصلي واستمروا في عملهم ومرت أيام طويلة ثم جاءت دابة الأرض تأكل الخشب وبدأت تأكل عصى سليمان عليه السلام فاختلت العصى وسقطت من يد سليمان عليه السلام واختل بعدها توازن الجسد فهوى إلى الأرض وعرف الجن أن سليمان عليه السلام مات من زمن وتبين أنهم لا يعلمون الغيب وعرف الناس هذه الحقيقة التي كانوا يجهلونها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر